اشتركوا في القناة الله إنه سؤال المتشككين والجاحدين والملحدين أيضاً وهذا السؤال كان موجه من الحية الشيطان في سفر التكوين إصحاح 3 والآية الأولى أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ليكن نور وهذه أول جملة نطق بها الرب في سفر التكوين إصحاح الأول والآية 3 وقال الله ليكن نور وفصل الله بين النور وبين الظلمة رح نعالج سفر التكوين إصحاح 3 في عدة أسئلة ولسيما بتتكلم عن سقوط الإنسان في الخطيئة أنا أدعوك أن تشاهدوا معي هذه الحلقة المهمة جداً لحياتك ورح تكون سبب بركة أكيد رح تستفيد منها روحياً سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى موسيقى أهلاً أعزائي معي طبعاً ضيف ما هواش ضيف بعتبره صاحب مكان ومش غريب عنكم بتشوفوه دايماً على القنوات الفضائية وكان طبعاً معنا في برامج ليكن نور يسعدني أن أقدم دكتور ناجي اسكندر أهلاً وسهلاً دكتور ناجي أنت طبعاً زميل الكلية الملكية للجرحين في إنجلترا أهلاً وسهلاً فيك في هذه الحلقة أهلاً يا أسيس نزار أنا بيسعدني جداً أني أكون معاك في الحلقات الهامة اللي بنائش فيها موضوعات تمس إيماننا وأساس حياتنا وعلاقتنا مع الله شكراً كتير كتير وإحنا كمؤمنين إحنا كتير فخورين فيك دكتور ناجي وأحب أقول لإخوة المشاهديني إمكاننا علشت هذا السؤال في حلقات أخرى أنت عندك كل الإمكانيات طبيب وجراح وعندك إمكانيات هائلة لكن كان عندك passion كان عندك شغف في موضوع سفر التكوين ولسيما أول 11 إصحاح فاضطريت أنك تترك المهنة المهمة جداً إلى مهنة روحية أهم بتهايق ليمكنه أكبر وأعظم مش أعاوز ألغي طبعاً فكرة الجراحة لكن أعطينا ولو يعني هيك استرجاع للذاكرة شيء بسيط ليه عم بتقوم بهذا الموضوع لأن الأصحاحات الأولى من سفر التكوين بتمثل أساس الإيمان المسيحي والشيطان شاطر جداً لأنه بيهد في هذه الأساسات عشان يسقط كل البناء لكن طبعاً لما بندرس هذه الأصحاحات ونقارنها بالعلم التطبيقي أو العلم التشغيلي بنجد أنها تتماشى تماماً مع العلم الحقيقي العلم الافتراضي بيفترض أن فيه تفاعلات كيموية هيدروجين ونيتروجين وكربون وكسوجين خبطوا في بعض بالصدفة عملوا حاجة اسمها الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية رتبت نفسها وعملت البروتينات البروتينات عملت الخلية الخلية بدأت تنقسم وتعمل الإنسان وتعمل الكائنات كلها طبعاً ده علمياً غير مستقيم علمياً في مشاكل علمية ضخمة في كل الخطوات اللي احنا تكلمنا فيها فلإني هذا الموضوع مهم جداً عن الله الخالق والله الفادي وقصة الطفان وسقوط الإنسان دي عشان كده أصبحت الموضوعات الأساسية اللي لازم نشرحها بالتفصيل والرب دعاني أني أتخصص في هذا المجال وإحنا فعلاً نشكر رب من أجلك دكتور ناجي وأنت كنت معنا في حلقات سابقة لكن واحدة من الحلقات القوية جداً وكان عليها إقبال كبير أنه صورنا في ما يسمى ريبليكا أو نموذج فلك نوح التفصيل بحسب القياسات الدقيقة بحسب كلمة الله كان لها أو عليها إقبال كبير ربني باركك شكراً وأنا استمتعت بأننا نعمل هذه الحلقة مع بعض يا أسيس نزار اليوم راح العدسة أو الكاميرا الإلهية تخذنا من المنظر العام إلى المنظر الخاص نروح مع بعض إلى جنة عدن المذكورة في سفر التكوين أصحاح ثلاثة ماذا حدث في جنة عدن؟ الأحداث بتاعة أصحاح ثلاثة يا أسيس نزار في منتهى الأهمية لأنه بتورينا سقوط الجنس البشري في الخطيئة ونتائج الخطيئة على العالم كله وكمان بتورينا خطة الله للفداء فهو أصحاح رائع وهم جداً عشان كده في محاربات كتير قوي حوالين هذا الأصحاح زي ما حضرتك قلت في المقدمة ده أول سؤال وجهه الشيطان إلى البشرية ما كانش سؤال عن الحالة الاقتصادية أو الحالة العلمية أو الحالة الجغرافية السؤال ده كان يشكك فالله أحقاً قال الله بقى صحيح كلام ربنا ده مظبوط ولا لأ ومن هنا ده نفس السؤال اللي بيواجهنا في القرن الواحد وعشرين واللي كان عبر العصور موجود والسؤال الأول اللي بنلاقيه في إنجيل متى أين هو المولود ملك اليهود فدول السؤالين سؤال من المجوس اللي جاءوا من المشرك بالضبط كده عشان يحل مشكلة تكوين أصحح ثلاثة وسقوط الإنسان أنا ذكرت أن أول جملة نطق فيها الرب وقال الله بالضبط ليكن نور أول جملة نطق فيها الشيطان أحقاً قال الله إيه اللي ممكن نستفيد أو ناخده من هذه الأقوال بالضبط الشيطان عايز يشككنا في كلام الله عايز يشككنا في الكتاب المقدس الكلمة المكتوبة وعايز يشككنا في الكلمة المتجسد الرب يسوع المسيح فكل وظيفة الشيطان إنه هو يشكك الإنسان في الحقائق وبالتالي يقدر يعرض عليه الأكاذيب بتاعت الشيطان ويمثلها على أساس النهية دي الحقائق وبكده نقع في الخطيئة ورفض الله زي ما نشوف في أصحح ثلاثة طبعاً في الأصحح الثالث أول جملة أو أول آية مكتوب وكانت الحية أحيال جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة هذا السؤال طبعاً الحية أنا عاوز يعني في سؤالين أول حاجة يعني الصورة اللي في جنة عدن لم الله خلق آدم وحواء والصورة الثانية أنا تذكرت أنا كنت بتكلم في إحدى الخدمات في مصر وبعد خدمة نارية وكان الرب فعلاً بيتمجد في هذه الخدمة واحد من الشباب سألني يعني بعد الخدمة قال لي ممكن أسألك سؤال هل أنت تؤمن أيعقل أنه حيب تتكلم فأنا عاوزك تخذنا في السؤالين من بداية الموضوع طبعاً ده سؤال بنسمعه كتير قوي يا أسيس نزار وبعض الناس بيقولون دي قصة أسطورية أو قصة رمزية وده طبعاً كلام خطير جداً لأن دي حقائق أساسية نتج عنها عقوبات على الخطيئة وفكر الخلاص فده بنؤمن أنها أحداث حقيقية والحية عشان تتكلم الشيطان يقدر يتكلم من خلال هذه الحية وده مش غريب لما الرب يسوع دخل كرة الجدريين وكان الإنسان المجنون اللاجئون والرب يسوع تكلم معاه والشيطان كان بيجاوبه لماذا أتيت قبل الوقت اللي كي تهلكنا فالفكرة أن الشيطان يتكلم من خلال حيوان ده شيء مش غريب جداً طبعاً الحقيقة ما عندهاش الفوكال كورز اللي هي الأحبال الصوتية وما عندهاش مركز الكلام في المخ ما عندهاش كل ده لكن الشيطان بقوته لأن الشيطان ليه قوة ولكن قوة مظلمة هذا الشيطان قدر يتكلم من خلال هذه الحية ما نعرفش اللغة اللي تكلموا بيها لأنه يخلي بالنا الوقت ده كل اللغة كانت موحدة ما فيش إنجليزي وفرنساوي وعربي وما فيش كده كانت لغة موحدة لحد بورج بابل بعد الطفان لما تشتتت الألسنة فكان فيه لغة الشيطان يعلم أن حواء هتقدر تفهمها مش عارفين إيه هي اللغة دي لكن يقدر يتكلم من خلال الحية من خلال أي حيوان لكنه اختار الحية لأنها أحيى لجميع حيوانات البرية وهذا يعني اللي كنت عاوز أوجهه أنه وكانت الحية أحيل يعني حتى الكتاب بيوصف الحية أنه كانت عندها حيلة عندها دهاء عندها مكر أنه تروح لحواء عندها زكاء الحيلة والزكاء والقدرة دي موجودة بدرجات مختلفة في الحيوانات فالحية دي كانت أحيل جميع حيوانات البرية زي من الكتاب المقدس بيقول ولما الشيطان من خلالها تكلم إلى حواء وابتدأ يحط الشك أحقا قال الله وشوف كمان يا أسيس نظار هو بيحط الله في صورة سيئة بيقول أحقا قال الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة كأن الله بيحطهم في مكان حلو قوي وبيحرمهم من كل حاجة من كل حاجة فالشيطان بيتلاعب بالكلمات وبالحقائق لأنه كذاب وأبو الكذاب لكن بيحطها في صيغة تبقى تشد الناس ما هو دي يعني الجاذبية الداخلية الشهوة الداخلية لأنه دات طريقة تجربة الشيطان مع حواء من الرد يعني من رد حواء على الشيطان على الحية فقالت المرأة للحية من ثمر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه عملت إضافة بالزبط رب ما قلش أنه لا تمساه بالزبط كده أنه فيك توكل من كل شجرة الجنة ما عادها شجرة واحدة بالزبط كده ما فيك توكل بس ما طلبش أنه لا تمساه بالزبط ودي كمان عشان يدينا حرية الإرادة لأنه لو كان الله أعطانا حرية إرادة لكن ما فيش أننا أعمل الصحة والغلط ما تبقاش حرية إرادة فلازم عشان الله أعطانا حرية الإرادة فكان ممكن أن نعصى الله شوف قد إيه محبة الله لنا إن إحنا من حقنا نعصى الله بس في عقوبة للعصيان طبعا فهو كمان حوى قالت لألا تموتاه لكن الوصية موتا تموت بالتأكيد هتموت مش احتمال تموت أو ما تموتش فكل الحوار ابتدى يبقى فيه تشكيك فيه تشكيك وهذا الشك ابتدى يتبني 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 لحد لما حصلت المشكلة الكبيرة طيب دكتور ناجي إحنا رح نكمل في حديثنا بس عاوز أعطي فرصة لأحباءنا المشاهدين وعلى فكرة هذه حلقة مسجلة لكن فيه إخوة أخوات اللي بردوا على أرقام الهواتف الموجودة أمامك فيك تتواصل معنا وفيك أيضا تشاهد هذه الحلقة عن طريق الفيسبوك بنحب نسمع منك وإذا عندك أسئلة طبعا كمان منوجهها للدكتور ناجي بحيث إنه يعني إنه ما يكونش أي شيء في داخلك تاركه إنه توجه هذا السؤال سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 أهلا أعزائي حديثنا مع دكتور ناجي سكندر أحقا قال الله بالأول في الإصحاح بصورنا الجنة مكان جميل جدا كل أنواع الخليقة الخلائق من أشجار وفاكهة وحيوانات حتى أخذ وقته إنه آدم يسمي كل الحيوانات هذا بإندل على شيء بدل إنه كان الإنسان الأول انتلجنت جدا وليه سلطان على الخليقة سلطان وزكاء وكل هالأشياء طبعا لكن الصورة اتغيرت خدنا من هاي الصورة لصورة الجنة في عدن ولصورة الحي تمام الجنة كانت مكان غرس الرب الإله فكان مكان بيرفكت كان مكان رائع والرب أعطى آدم وحواء زي ما حضرتك قلت زكاء وقدرة وصحة أنا دايما أقول جنة عدن ما تحتاجش مستشفى هناك فأنا ما ليش وظيفة في جنة عدن لأنه ما فيش مرض وما فيش موت فدي الحالة الكاملة اللي إحنا بصعوبة نقدر ندركها لأن إحنا شايفين العالم بعد السقوط والخليقة اللي بتأن وتتمخض منتظرة استعلان مجد أولاد الله فإحنا في مرحلة بنشوف فيها العالم بالألم والمرض والموت وكل المشاكل دي كله الكوارث جنة عدن ما فيش أي حاجة من دي خالص كانت مكان كامل بكل معنى بكل معنى الكمال لكن عايز أقول حاجة الكتاب المقدس بيقولنا أن في النهاية هيكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر والموت لا يكون فيما بعد فإحنا في المرحلة المتوسطة اللي بنبص للخلف في التاريخ فنجد جنة عدن بص في المستقبل لسماء جديدة وأرض جديدة في الجنة الكاملة دي الشيطان بعد سقوطه حبي يدمر خليقة الله وخطة الله وحبي يدمر رأس الخليقة اللي هو الإنسان اللي خلق على صولة الله وشبهه فآدم وحواء هم رأس الجنس البشري ودول مهمين جدا لأن في ناس بتقولك آدم وحواء دول شخصيات رمزية دي مأساة كبيرة لأن لو آدم وحواء شخصية رمزية يبقى ابنهم شيس شخصية رمزية يبقى نوع شخصية رمزية يبقى إبراهيم شخصية رمزية يبقى داود شخصية رمزية والمسيح جامل ناس لداود لا وانا عاوز أقول بصراحة وضوح دكتور ناجي ولا يخفى عليك أنه أنا بتكلم مش في الأوساط الغير مسيحية في الأوساط المسيحية عم بيعلمونا أو بيعلموا أنه آدم ممكن يكون شخصية رمزية والبعض راح أنه يعني لفكرة الأسطورة وأنه مش حقيقة لكن فيها دروس أدبية أخلاقية نتعلمها شورة دك على هذا الموضوع لا الحقيقة أن كتاب المقدس واضح أوي لأنه كما في آدم الأول سقطت جميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع فلو ما سقطناش في آدم الأول وما كانش فيه الخطية الأصلية والخطية الجدية اللي بنتكلم عنها فصح ثلاثة من سفر التكوين كل فكر المسيحية وكل فكر الكتاب هينهار بالكامل في واحد اسمه فرانك زيندلر دراج الملحد أمريكاني كبير أوي بيقول سقطت الأسطورة المسيحية حينما اكتشفنا أنه آدم ليس شخصية حقيقية حسب رأيه يعني فبيقول لو كان آدم مش شخصية حقيقية يبقى ما فيش خطية أصلية ما فيش خطية أصلية مش محتاجين إلى مخلص وهو بيقول وهذا يضع المسيح في عداد العاطلين فشوف الاستنتاج ماشي زي ما الشيطان هنا بيقوله أحقا قال الله أن لا تأكلها من كل شجر الجنة بيحاول يصور الله بصورة الإله القاسي اللي بيحطهم في مكان جميل جدا وإلهم ما تكلوش وما تمسوش ده مش إلهنا إلهنا عايزنا نعيش life to the full أتيت لتكون لهم حياة ولتكون لهم حياة أفضل فالحياة المسيحية ما هيش قوانين والتزامات الحياة المسيحية هي حرية في المسيح يسوع الشيطان بيحاول يقلب الصورة دي ويعكسها وده اللي حصل هنا وزي ما قلنا في الجزء الأول من الحلقة أنه مش حاجة غريبة لأن الشيطان يستخدم حيوان يتكلم من خلاله لأن دي حاجة معجزية مش محتاجة لأحبال الصوتية ومركز الكلام في المخ والجينات اللي بتخلينا نتكلم دي حاجة معجزية يعني معجزية يعني ما وراء الطبيعة وبكده ابتدى ينقل حواء فكر الشك أحقا قال الله طيب إحنا ابتدينا من صورة الجنة الجميلة الكاملة كل المواصفات الحلوة والجميلة لآدم وحواء وبعدين الدورة التانية أو الصورة التانية صورة الحية التي هي أحيل جميع الحيوانات وكيف أنه الشيطان استخدم الحية أو نطق من خلال الحية كلام تشكيك لحواء بالضبط ماذا حدث؟ هنشوف الحوار هيتدرج من سؤال شبه بريء أحقا قال الله إلى بقى هيشكك في الله ويقول لن تموتا تعال نكمل النص لأنه رائع جدا فقالت الحية للمرأة لن تموتا الرب بيقول موتا تموت وهي الحية بتقول المرأة لن تموتا وبعدين خلطت حقيقة مع كذبة بل الله علم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر شوف الجملة دي أسيس نزار فيها شوية مغلطات خطيرة جدا هم يوم يأكلوا من الشجرة عينهما تنفتح ويعرفوا الخير والشر بس مش هيكونوا زي الله مش زي الله شفت بقى اللخبطة في الكلام إيا الحية عايزة تقول لهم مش أنتو مش محتاجين لله أن يحط القوانين أنتو هتبقوا الله بتاع نفسكم أنتو من اللي هتحطوا القوانين لنفسكم أنتو اللي هتقولوا إيه الصحة وإيه الغلط أنتو وبكده تنكر الله الخالق لأن الله الخالق لأنه خلقنا هو اللي يحط القوانين لكن لما إحنا نتمرد على الله كجنس بشري أنت تحط الصحة والغلط بقى ما بقاش فيه الله وده فكر الإلحاد ده الفكر الكتاب اللي بيقول عنه أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر بالتأكيد حطوا الرب على جنب فأنا أصبحت إله بالزبط وده اللي العالم بيقوله الله يقولك ثق في نفسك وإنت اللي تحط قوانين حياتك ومحدش يتصرف فيك طبعا ربنا عايز القوانين اللي هو حطان نعيش من خلالها وبعدين الثقة بالنفس والقدرة دي هتيجي من علاقتنا مع الله ونقدر نبقى نجحين في حياتنا زي ما الله عايزنا ننجح فالمغلطة اللي تحطت هنا لخبطت حوى بطريقة كبيرة قوي فبعدين ابتدى في عدد ستة فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل شهوة العيون أنها باهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر شهوة الجسد فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فكانت النتيجة أن المرأة اللي شايفة كل الأشجار الجميلة وكل الجمال اللي في الجنة السمرة دي بيت أجمل في عينها فالشيطان خلها تشتهي شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة وأخذت من هذه الشجرة أكلت وأعطت رجلها فكانت النتيجة في عدد سبعة فانفتحت أعينهما وعلماء أنهم عريانان فخطاء أوراق تين وصنعاء لأنفسهما مآذر فحبوا يغطوا العري بتاعهم وابتدوا يشوفوا الخير والشر كانت النتيجة أنهم خاطوا أوراق تين عشان يغطوا عريهم وده طبعا لما الشمس هتطلع هتدوب أوراق التين دي وهيرجعوا للعري تاني وده اللي ناس كتيرة بتحاول تعملوا بتغطي حياتها بأوراق تين أوراق تين مش بالصورة الفعلية لكن بالصورة الرمزية بمعنى أنهم يعملوا أعمال صالحة يصدقوا على الفؤراء يعملوا بعض الأشياء الكويسة عشان يغطوا عري الحياة والبعد عن الله مع أنه كان جواب الرب موتا تموتاه بالضبط يعني ما كانش عنده حل وسط في الموضوع لا أنه ما فيش حل وسط الله في قراراته ما عندهش كلمة زي بعضه لأن الله إله عادل لو كان عنده كلمة زي بعضه والحكاية كان لها تضيع عايزك تتخالي أسيس نزار لو واحد قاضي قاعد في المحكمة بتاعته وبعدين قال النهاردة يوم الغفران يتقول له واحد عادل يقول له النهاردة يوم الغفران يمشي واحد سرق البنك يقول له وهكذا تفتكر القاضي ده ممكن يحتفظ بوظيفته آخر اليوم مستحيل لأنه لم يقم القانون فالله إله العدل كله لازم لما يقول حاجة تتنفذ لما لهم موتا تموت مش بعد كده يقول زي بعض مش حيغير فكره مش ممكن لأنه دي عقوبة الخطيئة ده تمن الخطيئة موت فأنت عم تتكلم عن مراحل السقوط يعني كيف وقعت حواء في التجربة بشكل متدرج إلى السقوط الكامل بالضبط وبعدين بدأت السؤال أحقا قال الله وبعدين قالت لنت متاء بيخدلت الله الصادق كاذبا والشيطان اللي هو كذاب وأبو الكذاب بقى هو الصادق شوف المغلطة اللي احنا كأنه عم بساعة تحواء بالضبط كده تكتشف شيء بالضبط وهتبقي زي الله أنت هتبقي خلاص أنتو المسيطرين على كل أموركم لكن في الواقع حصل الموت وزي ما هنشوف الموت ده ليه اتجاهين موت روحي وموت جسدي فالجزء الرأسي إنه انفصال عن الله ده الموت الروحي وده حصل على طول في بعد كده موت جسدي تم بعد كده بعد 930 سنة في حياة آدم ولزال الموت موجود في العالم لحد دلوقتي 930 ده العمر اللي عاشه آدم اللي عاشه آدم يعني فعلا مات ودفن ودفن لأنه الرب هنشوف في العقوبات أنه قال له أنت تراب وإلى تراب تعود هنشوف كل الحاجات دي في نتائج الخطية دلوقتي احنا شوفنا الحدث نفسه والسقوط في الخطية والوسائل اللي استخدمها الشيطان وبعد كده هننتقل الله بيقترب للإنسان ولازم الله يوقع العقوبة في عقوبة على الحياة في عقوبة على المرأة في عقوبة على آدم في عقوبة على الأرض طيب راح نأخذ هاي الخطوات والمراحل نتكلم عنها مرة تانية بحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك أي سؤال فيك تحطه على الفيسبوك بكل صرور منحب نجاوب على كل تساؤلتك راح نرجع بعد هذا الفاصل القصير تحطه على الفيسبوك أهلاً أعزائي من وصل حديثنا من سفر التكوين إصحاح الثالث سقوط الإنسان في الخطيئة والسؤال اللي وجهته الحية اللي تكلم من خلالها الشيطان أحقاً قال الله وهذا السؤال وجهه الشيطان من خلال حية إلى حوى أولاً أحقاً قال الله بعدين ذكرت دكتور ناجي مثل ما بقول الكتاب لن تموتا يعني وقاحة زيادة مضادة لكلمة الله تماماً رب يقول موتاً تموت ده تأكيد لفظي إذا ما احنا عارفين لازم هتموت وهي بتقول لن تموتا التضاد الكام لكلمة الله وده اللي بنواجهه في العصر الحديث يا سيس نزار وعشان كده لازم نثبت على كلمة الله الصادقة يعني احنا منشوف الخطوات كيف سقطت حواء ورأت أن الشجرة شهية لما يعني كانت بتستمتع في منظر الشجرة وكأن التجربة ابتدأت تتبلور في داخل حياة الإنسان كما قال الرسول يعقوب لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحداً ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع من شهوته فإذا ابتدأت الشهوة تتبلور في داخل الإنسان وحدث السقوط الكامل لكن من ناحية تاني احنا زكرنا رح نتكلم عن عقاب الله يعني طبعاً وهنا تذكرت أربع أشياء زكرت عن الحي حواء 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 آدم آدم وكمان الأرض كمان عليها عقاب خلينا نبتدي أولاً في الحي تمام كويس بدأ الحوار بأنهم سمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة وكانوا متوقعين يتقابلوا معاه واختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة دي أول مرة بنشوف فيها أنهم مش عايزين يتقابلوا مع ربنا لأنهم عارفين أنهم كسروا وسيط الرب وعرفها الخير والشر فأصبح فيه فاصل اسم الخطيئة بين الله وبين الإنسان والخوف صار نتيجة هذا طبعاً بالزبط ففيه خوف دلوقتي فالرب يسوع أو الرب الإله فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت الرب مش بيسأل سؤال هو مش عارف إجابته هو بيسأل سؤال علشان الإنسان يقرب حالته وبيقول آدم أين أنت فآدم رد وقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فابتدى آدم يكتشف الضرر اللي وقع عليه والانفصال اللي حصل في حياته من الله فقال من أعلامك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها الرب طبعاً عارف الإجابة على كل هذه الأسئلة لكن الرب عايزنا نقر بما صنعنا علشان نبدأ نتعامل مع الحل لأن لو قلنا أني ما عندناش مشكلة عمر ما هيكون عندنا حل نعم ومش الجدعان أن أقول لواحد مثلاً عنده كانسر أقوله أنت ما عندكش حاجة أنت كويس أنت ده تبقى جريمة في الطب لو أنا عملت كده لازم تشخص الحالة مظبوط عشان نفكر في العلاج نعم فقال آدم ابتدى بقى نشوف إزاي كل واحد بيلوم الشخص اللي جنبه نعم فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت وانا فاكر حاجة زريفة قوي يا أخ نيزار كأنه آدم بيقول المرأة التي أعطيتني وناسي دي فيه ثلاث صوابع بيشوروا عليه هو نعم فالمسئولية مسئوليته الحية نعم لأنه هو رأس الخليقة وهو اللي أخد الوصية وهو اللي نقل الوصية لحواء وظهر أنه كان مدرك لما أكل من الثمرة بالزبط كده كان مدرك تماماً يعني الحية خدعت حواء لكن آدم بوعي كمان أخد ووسقت في الخطيئة فالمرأة التي جعلتها معه هي أعطتني من الشجرة فأكلت فعايزين المسئولية على حواء وعايز يقول ربنا أنت اللي جبتلي حواء في النهاية أنا مش مسئول جبتلي إياها وجبتلي المصايب لا هي المرأة دي سبب بركة كبيرة لأنه من نسل المرأة جاء الرب يسوع أكيد والمرأة مكانتها في الكتاب عالية جدا جدا فابتدى الحديث الرب لحواء ما هذا الذي فعلتي فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت فابتدت تنقل المسئولية على شخص آخر وده اللي بيحصل في حياتنا يا سيس نزار خوف لوم شك وبعد عن الله بالضبط ولما الله يواجهنا بنبتدي نجد الأعذار وبنحاول ننقل المسئولية من حاجة لتانية لكن إن لم نقر بخطيانا من لا يقر بخطيانا لا ينجح فلازم نقر ببعدنا عن الرب عشان يكون في حل وهو صليب المسيح فابتدى بقى الحديث بتاع الرب للحية بعدما قالت الحية غرتني فأكلت فقر رب الإله للحية ونبتدي نشوف العقوبات بقى أو العقوبة على الحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع الحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك إحنا ما نعرفش شكل الحية قبل السقوط لكن كلنا نعرفه أنها أحية لجميع حيوانات البرية التغير اللي حصل ده تغير فيزيائي في جسمها وده بيحصل جدا الله ممكن يسويتش جينات أوف وأن ويغير الموضوع ده مش حاجة غريبة إنها تحصل لأن الناس كتيرة بتتحدى هذا الجزء وتقول إزاي الحية بتدت تسع على بطنها طب والجينات اللي حولتها ده كله في إيد الله الخالق لا يمثل أي مشكلة لأن إحنا بنتعامل مع إله خلق الحية من الأصل نعم فيقدر يغير طبيعتها وده شيء مش غريب على الله فالرب لعن الحية واضح أنه كانت زكية وكان عندها دهاء وكان عندها حيلة لأن الرب وصف إنها أحيل آه بس ما نقدرش نتكلم عن جمالها ما نعرفش شكلها لكن نقدر نتكلم عن حيلتها ياس نعم لكن ما نقدرش نتكلم عن شكلها فشكلها قال لها إنك هتكون لأن البعض كان بيقول إنه إلها رجلين وإدين وكذا ما نعرفش ما نعرفش الكتاب ما وصفش ولما كتاب يصمت علينا إن إحنا نصمت نعم لأنه لو حاولنا نستنتج غالباً هنجيبها غلط فلما الكتاب المقدس ما أعطلناش إعلان واضح ما فيش داعي إن إحنا نفتي أو نقول أي أفكار مختلفة كلنا نقدر نقوله إن الحية أحية لجميع حيونات البرية ما نعرفش شكلها قبل السقوط لكن بعد السقوط الوصف اللي موجود قدامنا هو اللي بيصفها الآن نعم فالرب قال لها إنك هتكوني ملعونة أكثر من جميع وحوش البرية فبحوش البرية لعنت أيضاً لأنه بسقوط الإنسان دخلت اللعنة ودخل الموت إلى العالم فسقوط الإنسان مش بس أثر على الإنسان والجنس البشري أثر على الطبيعة وعلى المخلوقات وعلى الحيوانات وعلى النباتات وعلى كل شيء عشان كده الخليقة بتئن منتظر استعلان مجد أولاد الله وبعدين الرب قال حاجة مهمة أوي في عدد خمستاشر من أصحح ثلاثة وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه تعال نفهم الوعد ده لأنه ده أول وعد بمجيء المخلص الرب قال أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية إيه ليه رأس الحية لأن رأس الحية فيها السم وده السم القاتل اللي بيكون في الرأس وفي الأنياب بتاعتها وفي الكيس اللي بينزل لما يضغط وتنزل السموم وتموت الفريسة والحية بتموت لما بتقطع رأسها أو يكرش بتسحق رأسها بالزبط كده لكن الكتاب بيقول وأنت تسحقين عاقبه يعني نسل المرأة اللي هو الرب يسوع لازم يموت على الصليب علشان يسحق رأس الحية أمات بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس فالرب يسوع عشان يسحق رأس الحية لازم عاقبه يسحق بمعنى أنه لازم يكتاز في الصليب عشان يعطينا حية جديدة فدي أول وعد بمجيء المسيح المخلص الوعد المسياني أنه بشكل واضح رح يجي من نسل المرأة بركة لكل الأمم بالتأكيد وأنه الحية هنا اللي تمثل الشيطان سيسحق رأسها بالموت اللي هيموته الرب يسوع وقيمته من الأموات وانت عارف حتى السيمبل بتاع الناس الصيادلة كاس ورأس الحية محطوطة تحته ده للدوى أنك بتسحق رأس الحية فدي الفكرة العامة يعني فالوعد ده من أهم الوعود وبعد كده الرب هيوضحه أكتر أنه ده هييجي من نسل إبراهيم من نسل إسحاق من نسل يعقوب من صبت يهوزة من بيت داود هيتضح الوعد عبر شرح الكتاب المقدس بعد كده طيب أنت ذكرت عن الحية تمام نيجي للمرأة للمرأة لحواء لحواء الرب قال لها تكثيرا أكثر أتعاب حبالك بالوجع تلدينا أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك يعني إيه الكلام ده بقى الوجع والألم في الحدود المزبوطة ده شيء كويس بمعنى إيه أني أنا لما ألمس حاجة وأحس أنها سخنة لازم أشيل إيدي فالرب حاطت عندنا التوتش ريسبتورز دي دي وقاية لنا أنا أعرف شخص كان بيدي محاضرة في أمريكا وبعدين واحدة ستة جات له معاها بنتها ما عندهاش الريسبتورز دي ما عندهاش الحواس بتاعة اللمس فمهم حوطها على طول لأنها ممكن تتخبط في أي حاجة ومش تحس بيها فالوجع بمعنى التوتش اللمس ده ده حاجة كويسة لكن اللي حصل في العقوبة بتاعت حواء أني تكثيرا أكثر أوجاع حبلك فهيكون في ألم في الولادة في الولادة الألم المقبول الأوليل ده كويس لأنه هينزرها أنها تولد فهي كويس لكن تكثيرا أكثر هي دي العقوبة اللي حصلت عليها وبعدين الحاجة التانية إلا رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك فكرة السيادة بقى أنه في العيلة الأولانية آدم وحواء كان فيه تناغم كامل بينهم ما كانش فيه مشاكل ما كانش فيه زعاء ما كانش فيه اختلاف في الرأي كان فيه هارموني كان فيه تكامل والرب في وصفه للأسرة المسيحية الرأس والجسد الرجل مسئولية القيادة والرأس والجسد الاثنين مهمين جدا فالرأس بتقدرش تشتغل لوحدها والجسد ما يقدرش يشتغل لوحده لكن فيه تناغم لما الرأس تؤمرني أن أنا أمسك الكباية دي أنا بستجيب لكن لو الرأس أمرتني أني أمسك الكباية وأنا قلت لأ هيحصل خلاف بين أوامر الرأس واستجابة الكسد فاللي حصل في العدد ده هو تشوه لعلاقة الإنسجام اللي المفروض تكون في الأسرة وده احنا نقدر نشوفه بسهولة جدا في العالم اللي احنا عايشين فيه وبعد كده ابتدى يتكلم لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك ابتدت الأرض تتلعن بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك والأرض دي كمان هتنتك شوكا وحسكا تنبت لكا وتأكل عشب الحق بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود فالعقوبة اللي حصلت لآدم مش الجنس البشري تلعن الجنس البشري هياخد عقوبة لكن اللعنة وقعت على الأرض ملعونة الأرض بسببك والنتيجة لعنة الأرض إنها تنتج شوك وحسك بعد ما كانت بتنتج السمار الطيبة والحاجات الرائعة دي وإن الموت هيدخل إلى العالم إنك انتهت من تراب وإلى تراب تعود لأنه في ناس اللي بيحاول يقولوا إن دي كلها حاجات رمزية بيقولوا إن الموت دا موت رمزي الموت الرمزي مفهوش من تراب وإلى تراب تعود لأن التراب مادة وهو آدم مادة من تراب وإلى تراب تعود اللي بيقولوا إن الإنسان جاء من أشباه القروض فبيقول لك ما قالوش من هيومينايد وإلى هيمينايد تعود بيقولوا إنت جيت من تراب وإلى تراب تعود كلمة آدم كمان من آدماء بالزبط 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 كده فكل دي الحقائق مهمة جدا يا أسيس نيزار وللأسف فيه هجوم شديد جدا على سفر التكوين وعلى صح ثلاثة بصفة خاصة عشان كده أنا سعيد إن إحنا عندنا فرصة نستعرض الأفكار دي ونناقشها بكل حرية وزي ما حضرتك قلت نحن نرحب بكل الأسئلة والأسئلة الجادة هنرد عليها بكل تفصيل وأي حد عايز يسألنا يريد يجيب الدوكيمينس يعني يجيب الريفرنس بتاعه عشان نقدر نتكلم كلام علمي مظبوط معه طبعا أنت رب شرفك أنك تكتب كتاب في هذا المواضيع وتعالج عدة مواضيع من سفر التكوين الإصحاحات الأولى الخليقة تحت المجهر أيها اللي كمان تعملت حلقات على التيفي آه في حلقات موجودة على اليوتيوب اسمها الخليقة أسطورة أم حقيقة والكتاب ده موجود صدر من كنيسة ماري مرقص في مصر الجديدة وموجود في المكتبات في القاهرة واللي عاوز يحصل عليه فقط من المكتبات لا من المكتبات أسهل حاجة لك وإحنا عاملينه بسعر رخيصة قوي على فكرة طيب نشكر ربها طبعا بساعد كل مشاهد حتى لو حبيت تعرف أكتر مكتوبا يعني إيش الأفكار خلاصة الأفكار اللي بيتكلم فيها دكتور ناجي كمان موجودة في هذا الكتاب إحنا حابين ننتقل لموضوع طبعا الفداء بعد كل هذه الصورة القاتمة أو الصورة الصعبة والحزينة بصراحة طبعا بس برضو كمان بحب أخذ فاصل قصير إذا عندك أي تساؤل فيك تتواصل معنا وإنا بشجعك تكتب تعليقاتك على الفيسبوك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أعزائي المشاهدين كنا مع دكتور ناجي اسكندر في جولة في سفر التكوين إصحاح 3 وشفنا التدرج في سقوط الإنسان بالخطية والحوار اللي ضار بين الحي وحواء ثم الحوار اللي ضار بين الرب مع آدم وحواء وشفنا الصورة الحزينة سقوط الإنسان وطرد الإنسان من جنة عدن لكن خلينا أقرأ آية اللي بتعطي الأمل والرجاء حتى في هذه الصورة الصعبة جدا اللي هي سفر التكوين إصحاح 3 والآية 15 اللي احنا منسميه الوعد المسياني الأول بمجيء المخلص وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبهم فمنشوف هنا صورة الفداء وإذا ممكن تكلمنا عن هذه الصورة عن خطة الله لفداء الإنسان دي الجزء المشرق في هذا الأصحاح اللي كان كله ظلم الحيام الموقف كالقاتي أن أجرة الخطية موت فلازم يتدفع هذا الموت فالرب ألبسهم أقمصة من جلد يعني ما فاتش موضوع الأوراق التين بالضبط لأن دي حاجة مؤقتة وهضيع ومشبر فالرب دبح حيوان وسال دمه ونفس الإنسان هي في الدم عشان كده ده وسيلة التكفير أنه لازم بقى فيه موت فالحيوان اللي ما عندهش إرادة حرة كان مثال لحمل الله الوديع الرب يسوع المسيح اللي هيجي عشان يخلص العالم فالبسهم أقمصة من جلد وده كان فكر الفداء فيه سؤال مهمة أوي يا أسيس نزار يقولوا أكتب آدم أخطأ أنا زنبي إيه ليه أنا أخذ عقوبة آدم تعالوا نفكر أن آدم هو رأس الخليقة البشرية هو رأس المخلوقات كلها فلما سقط آدم سقطت الخليقة البشرية كلها فإحنا كنا ممثلين في آدم في وقت السقوط بمعنى أنه لو كان آدم مات إميديت لهو أو حواء ما كناش إحنا هنكون موجودين فإحنا في سقوط آدم سقط الجنس البشري كمجموعة مش بس كشخص علشان كده إحنا لما بنتولد في العالم دلوقتي بيبقى عندنا النزعة للخطية ما نحتاجش نعلم ولد أو بنته صغيرين إزاي غير من أخوه أو أخته ما نعلمهش إزاي يجذب هو بيجذب ليه؟ لأن فينا الخطية فالخطية ذاروت أنت غطية ذاروت بمعنى أن دي الأساس واللي بتطلع ثمار الخطية فالخطية هي عدم تحقيق الهدف فالبشرية لم تحقق الهدف في آدم وإحنا لما بنولد في الجنس البشري بدون المسيح مش بنحقق الهدف لكن لما نبقى في المسيح بنحقق الهدف بشان هيك الكتاب المقدس في كورنتس سؤاله 15 بيتكلم عن آدم الأول اللي أخطأ واللي سقط وسقطت ذرية معه وبيتكلم عن آدم الثاني اللي هو المسيح أو آدم الأخير رب يسوع المسيح الضبط عشان كده الناس اللي عايزة تنكر آدم الأول بتنكر آدم الأخير على فكرة من غير حتى ما تكون تقصد والكتاب بعد إذنك إذا ممكن أقرأ الآية في روميا 5 آية 12 مكتوب من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع بقول ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين وهكذا بيكمل بنفس التسلسل في الإصحاح نشوف بشكل واضح أنه إحنا أخطأنا في آدم هذه الحقيقة آدم أخطأ وإحنا أخطأنا فيه فلو أنا كنت مكان آدم كما رح أتكب نفس الخطية بالتأكيد وأنا كنت ممثل في آدم في هذه اللحظة فلما سقط آدم لو رأس الخليقة دي أنا سقطت معاه في اللحظة دي أنا مكنتش موجود لكن أنا في الجنس البشري كله سقط عشان كده دخلت الخطية إلى العالم وحصت أن الأرض نفسها لعنت فبسقوط الإنسان كل السيستم انهار كل النظام ده وقع لأنه دخلت فيه التعدي على الله علشان كده ما تحتاجش دي ما أقول تتعلم ولد أو بنت إزاي يعمل الخطأ في تجربة واحد سايكولوجست عملها جاب أولاد صغيرين وبنات ثلاث أربع سنين عيال أبرياء حطهم في قوضة يلعبوا بألعاب كتيرة وبعدين حطت لعبة على الجنب وقال محدش يلمسها سابهم لمدة ساعة رجع عمل لهم انترفيو واحد وراء الثاني انت لمست اللعبة كلهم نفوا لكن هو كان حاطت كاميرا مسجلة الموقف كلهم لمسوا اللعبة الممنوعة مين علمهم يتعدوا على الوصية ومين علمهم يجذبوا عشان يغطوا تعديهم على الوصية ده الطبيعة الساقطة اللي جوانا فإحنا بنولد بطبيعة ساقطة عشان كده محتاجين لفداء المسيح عشان يدينا الطبيعة الإلهية بسكن الروح القدس فينا وفي الإنسان المؤمن بيبقى فيه صراع بين الإنسان العتيق والإنسان الجديد لحد ما ييجي المسيح ونتحرر من الإنسان العتيق وناخد الجسد الموجد فشوف قد ايه فكرة الخلاص كله مرتبط بطاعته بتكوين أصحى ثلاثة لو لغينا سفر التكوين أصحى ثلاثة كل حاجة تقع كل حاجة ما يبقىش معنا يعني ما نشوف تسلسل واضح بالكتاب المقدس سفر التكوين سفر البدايات من بداية الخليقة ولكل شيء بداية الخطيئة إلى سفر الرؤية بيتكلم عن النهاية سفر النهايات فإذن كل الكتاب محوره هو شخص واحد يسوع المسيح المخلص اللي بيحل مشكلة انفصلنا على الله في السقوط آدم محوّاء في أصحى ثلاثة في سفر التكوين اللي عاوز أقوله دكتور ناجي أن الفداء في سفر التكوين كانت مبادرة إلهية أن الله اللي أخذ زمام الأمر هو اللي ذبح حيوان مثل ما ذكرت وألبسهما أقمسة من جلد ونفس الشيء مجيء المسيح سر التجسد مجيء المسيح إلى العالم كمان كانت مبادرة إلهية أن الإنسان عجز عن تخليص نفسه وهذه الطريقة اللي اختارها أن يكون أضحية ذبيحة فدية من أجل الكثيرين حتى يفدينا ويخلصنا من الخصية بالضبط مشروع الفداء هو مشروع إلهي مش مشروع إنساني مش إحنا فكرنا وقلنا طيب ما نعمل كده في ناس بقى بتسأل طيب قبل مجيء المسيح الناس اللي عاشت من آدم إلى مجيء المسيح طيب إزاي خلصوا بيخلصوا بأنهم بيقدموا ذبيحة ترمز إلى الفادي نعم بالإيمان بالإيمان بالضبط لكن عليهم سفك الدم لأنه نفس الإنسان هي في الدم لذلك أعطيتوه على المسبح للتكفير عن خطاياكم زي ما بنقرف سفر اللاويين نعم فالإنسان من أول سقوط آدم لحد المسيح كان بيقدم ذبيحة دموية بعد ما جي المسيح مش محتاجين نقدم الزبيحة الدموية وبنبص المسيح بالإيمان وبنخلص فالمسيح هو المركز زي ما حضرتك قلت في العهد القديم بيبصوه كالمسيح القادم وإحنا بنبصوه كالمسيح داء المسيح الأول كانت الصورة دلوقتي إحنا بنتعامل مع الحقيقة فما نحتاجش للصورة مرة تانية عاوز أقول شيء أو يعني أسألك أنه المسيح أخد اللعنة وفد آدم وفد حواء لكن ملاحظ في سفر التكوين بقول ملعونا الأرض وإحنا بنعرف أنه لسه الأرض تحت لعنة لأنه كل الخليقة تأنم وتتمخض يعني ما زالت إلى مجيء المسيح ثانية حتى يعطق كل شيء يكون فيه أرض جديدة سماء جديدة منطق جديد نظام جديد أعرف حضرتك والفداء ليه ثلاث أبعاد نعم البعد الأول الخلاص أو الفداء من عقوبة الخطيئة وهي الموت وبعدين الفداء من سلطان الخطيئة وده الكفاح اليومي للإنسان المؤمن الطبيعة الجديدة والطبيعة القديمة وبعدين الفداء من جسد الخطيئة بتغيير الأجساد فإحنا في المرحلة نمرة اثنين دلوقتي نعم الفداء من عقوبة الخطيئة تم وبالإيمان بالمسيح بناخده من سمها وتأثيرها في حياة الإنسان بالضبط لازلنا بناء تحت تأثير الخطيئة لكن عندنا روح الله القدوس اللي بيسكن في المؤمن لما بيقبل المسيح المخلص بيقدر يتغلب على الإنسان العتيق يسوع المسيح في سفر العدد بيتكلم عن حادثة والحادثة أنه لما شعب إسرائيل كان بيتزمر وبيشتكي الرب أرسل حيات محرقة يعني لا ذعاف صم وبعدين الرب طلب من موسى أن يحط راية يعني بشكل حي وبعدين المسيح في العهد الجديد في يحنى 3-14 يقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان شو اللي حدث يعني من خلال هذه القصة القصة دي مهمة أوي لأن الحياة المحرقة للرب أرسلها على بني إسرائيل في البرية موتت عدد كبير أوي منهم ألافات نعم وكان الحل مش أنهم يخدوا مضاد لهذا السم كان الحل أن الرب قال لموسى إصنع حياة نحصية ورفعها على راية واللي ينظر إليها هيشفى ويحيا ويحيا ده بالإيمان فالرب بيقول زي النموذج اللي شفته وعمله موسى في البرية الحقيقة أن الرب يسوع لازم يرفع على الصليب علشان اللي بالإيمان ينظر إليه ينال غفران الخطايا أيضا فده كان مثال وتحقيق المثال لكن حتى في العهد الجديد يعني متشوف ذكر للحية مرارا سواء في كتابات رسول بولوس أو حتى نهاية الحية القديمة في سفر الرؤية تمام شو تعليقك؟ شو التناغم بكلمة الله طبعا لأن الحية من اللحظة دي أصبحت تمثل عمل الشيطان للإنسان فالرسول بولوس بيقول أني أخشى عليكم أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها أني تفسد أزانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع فالرسول بولوس بيشير إلى حدث في سفر التكوين فإحنا إزاي نحاول نلغي هذا الحدث أو نحاول نخليه رمزي استحيل وبعدين الحية دي الرب هيقضي عليها في النهاية وهتكون في سماء جديدة وأرض جديدة ففكر أن الحية تمثل الشيطان هو فكر ممتد في الكتاب المقدس كله طيب في سفر التكوين الفردوس المفقود في العهد الجديد الفردوس المردود يسوع نفسه واجه التجارب سواء في البستان في بستان جتسماني في اللحظات لما ألقي القبض عليه أو حتى في البرية لما واجه التجارب من الحية القديمة من الشيطان تعال بسرعة نشوف التجارب التي تعرض لها الرب يسوع وإزاي قدر ينتصر ونشوف الطريقة اللي انتصر بها عشان نتعلم منها في إنجيل متى وأصحى حرب عام أصعد يسوع إلى البرية بالروح ليجرب من إبليس وده كان بعد مصام أربعين يوم وأربعين ليلة وجاء أخيرا المجرب بقى قال له إيه إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا برضو بدأ بسلاح الشك إن كنت أحقا قال الله نفس السلاح وده اللي بيوجهه لي وليك دلوقتي في القرن الواحد وعشرين فبيقول له هو يعلم تماما هو إنه ابن الله فبيقول له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا وعلى فكرة الطلب اللي هو بيطلبه مفوش غلط يعني إيه الحجارة تصير خبز الله يقدر يعمل كده نعم لكن مبني على الشك فبالتالي الرب مش هيسمع له لا وكمان المسيح لم يصنع معجزة واحدة لفائدته الشخصية أيوة بالزبط طبعا طبعا بس شوف في خطة الشتان عايز يشكك ابن الله في من هو ده يعني أقول فجر يعني it's too much الحقيقة الرب ياسوه بقى أجابه وقال مكتوب ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله شوف الرد بتاع الرب ياسوه ما دخلش في حوار مع الشيطان زي ما الحواء دخلت لكن قاله مكتوب مكتوب أنه ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان فسكت الشيطان لأن كلمة الله أعلى من سلطان الشيطان وبعد كده الشيطان أخذه إلى المدينة المقدسة وقف على جناح الهيكل حتى في المكان المقدس الشيطان بيحاربنا حتى في الجنة الكاملة اللي تكلمنا عنها الشيطان بيحاربنا فما نقدرش نقول هي الظروف اللي وقعتني مش الظروف لأني المسيح كان في أسوأ الظروف في البرية لكن انتصر حوى في أحسن الظروف في الجنة لكن اتهزمت فما نتحجكش بالظروف نعم نعتمد على الله قال له إيه أوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل شوف بقى الشيطان شاطر إزاي برضو بيشككه إن كنت ابن الله وبعد يقول له لأنه مكتوب أنه يوصل ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكلا يصدم بحجر رجلك فابتدى الشيطان يستخدم المكتوب زي ما المسيح انتصر بالمكتوب بيقول له مكتوب أيضا إنه ارمي نفسك والرب هيحفظك شيء جميل بقى اللي الرب قاله في عدد سبعة من أصحى أربعة في إنجيل متى فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك فإحنا علينا نعرف المكتوب والمكتوب أيضا إن إحنا قارنين الروحيات بالروحيات إن إحنا نعرف كلمة الله كويس لأنه الشيطان شاطر لأنه ممكن يستخدم الكلمة عشان يوقعنا زي ما كان بيحاول يعمل مع الرب هنا الشيطان موقفش عند كده يا أسيس نزار خده التجربة تلتة بعدها ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميع الممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وزجدت لي شوف الشيطان خده علشان يوري له شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة كله متجمع في صورة العالم كله ولما تبص على العالم من قمة جبل شكله جميل لما الواحد بيكون في طيارة ويبص على المدينة شكلها مبهر مش عارف إن جوه في ناس عندهم ألم وناس في مستشفيات وناس مرضى ما بتشوفش ده بس بتشوف نور المدينة الجميل فشتان أخده على جبل عالي علشان يشوف كل ده ومجده وقال له أعطيك هذه جميعها فهو بيوعد حاجة ما قدرش يعملها على فكرة إن خررت وزجدت لي عايز الرب يسوع القدوس يسجد لي حناز قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب مش قاعد يقول له أنت ملكش حق في الأرض دي إن الأرض وملكها للرب ما دخلش في نقاش بمفاوضات بالضبط أنه مكتوب حناز قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وبعد في إنجيل تاني إنجيل لو أبي يقوله تركه إلى حين فشوف بعد الهزائم المتكررة إنه تركه إلى حين حتى إنه على الصليب بيقوله إن كنت ابن الله انزل مش عشان ما يكملش عمل الفداء فقد كده إحنا عندنا عدو شارس جدا 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 ونحن لا نجهل أفكاره وعلينا بنعمة الرب والاتكال على المسيح وعلى كلمته الصادقة إن إحنا نحارب إبليس قوموا إبليس فيهرب منكم لكن ما ندخلش في حوار مع إبليس لأننا هنسقط فعندنا نموزجين لحواء وآدم اللي سقطوا ونموزج للرب يسوع الكامل اللي انتصر وانتصر بالمكتوب والشيطان كان عايز يشكلكم أحقا قال الله وده نفس المشكلة اللي بنواجهها حتى يومنا هذا والكثيرين اللي بيسقطوا في هذه التجربة كلمة أخيرة دكتور ناجي من فضلك الكلمة الأخيرة هو إن كلمة الله صادقا ليكون الله صادقا وكله إنسان كاذب الكلمة الأخيرة إني عليني أني نستند على قواعد قوية وسليمة في كلمة الله علينا نتعلمها ونعرفها ونسأل كتير عشان نفهمها ونثق في الرب يسوع المخلص شكرا جزيلا دكتور ناجي والربي باركك إخوتي وأخواتي بصلي من كل قلبي أنه كانت هذه الحلقة سبب بركة لحياتك بنحب نسمع منك تواصل معنا فيك تواصل عن طريق الفيسبوك أيضا يقول الكتاب المقدس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم والعالم سينضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد يقول أيضا في رسالته إلى أهل كورنتوس الرسول بولوس هيئة هذا العالم ستزول والرسول يعقوب في الصحاح الرابع يقول أيها الزنا والذواني أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله طبعا لما نقول العالم مش نتكلم عن الخليقة الجميلة ولا نتكلم عن البشر لأنه هكذا أحب الله العالم لكن نتكلم عن النظام المخادع والكاذب القيم والمبادئ العالمية اللي هي ضد نظام المسيح من هرطقات وديانات وبدع وأفكار تناقض الكتاب المقدس وتناقض خطة الله في الكتاب المقدس ليكن الله صادقا ربنا يباركك ونحب نسمع منك اشتركوا في القناة